أهلا بكم مشاهدين الكرام أهلا بك في ريال متواجدون مباشرة بالمطار الدولي هواري بومدين لاستقبال الفنان القدير عباس النوري الذي وصل في هذه اللحظات من أجل حضور فعاليات مهرجان إيمد غاس الدولي في طبعته الثانية ساعدون جدا باستقبالك أهلا بك إلى الجزائر بلد الحبيب اللي يحبك ويحب مسلسلك الشهير أكيد بالحالة المعروفة بأبو عصام ساعدين جدا بحضورك شرفت الجزائر أهلا بك أهلا بك تسمي والله طول أمرك أنت مثل المزيعات العرب تحكي كتير بكل حول أنا كتير مبسوطني إيجت على الجزائر وهي أنا تاني مرة بيجيب أحضر على الجزائر بشكل يعني دعوة وضيف للمهرجانات المهرجان الماضي كنت قصت فينا وقبله كنت الزيارة عادية هلا هاي زيارة لهذا المهرجان بطبعته الثاني هي كنت بتحكوه لدورته الثاني وأنا مبسوطني أن أتعرف على الشباب جدا التجارب سليمائية جديدة وناس شغوفين وناس عندهم أحلام وعندهم مشاريع فنية في الجزائر كثير كثيرة واضح وهذا الشي بيسعدنا إحنا وهتنسمع فيه وحاكون أنا كتير سعيد وحادي يشوف تجارب الشباب كلها في هاي التظاهر السليمائية الجميلة واضح من مقدماتها ومن التحضيرات ومن الدعم اللي توفر لهذا المهرجان من قبل يعني مؤسسات في الدولة سواء وزارة ثقافة أو غير وزارة ثقافة أنا ما عندي علم بالتفاصيل حتى ما أكون كلامي يعني إلا مسؤول يعني تراضي هيك شغلات من المسؤولية على المهرجان بس لكن أنا سعي جدا ومبسوط وعم شوف وجوه طيبة وأحلى شي شفته في الجزائر في أول لحظة صبية اسمها خلود أجت أهدتني نسخة من الخرعاء الكريمية تدرس عليه وأهدتني هذه الوردات وأعطتني هاي الرسالة الجميلة بس لما هاي شوف هاي الرسالة يعني لما هاي الرسالة كانت طويلة كنت أريتها بس وهي خلود لك خلود تتفضل لأن خلود يعني شبة جزائرية جاءت من أجل استقبال الفنان القادير عباس نوري معجبة جميل جدا يعني تفضلي خلود قولين تحبي الفنان عباس نوري مش كتبت له في الرسالة قرangen شكم الرسالة بش وسر له مالج معلج إذن الفنان يعني أنا موجود طبعا معي الكاتبة زوجتي سيدة عروس خالد الساز نجم نزار أبو حجر كمان وجود ضيف المخرجان أنا كنت سعيد من الرحلة هاي اللي كانت الحية غير متعبة على الإطلاق طلعنا من دمشق إلى بيروت من بيروت إلى إسطنبول من إسطنبول إلى الجزائر وهلأ من العاصمة إلى قسنطينا ومن قسنطينا إلى باتنا رح تكون رحلة جميلة أكيد بالجزائر هلأوا تصير بالجزائر واحد بتطمن أما كل المشوار بالجاو ما عم نعرف عنه من راحين بس هلأ وصلنا إلى الأمان وصلنا إلى الجزائر وصلنا إلى كل الناس الحلوين مثلك وشكرا كتير وتحية كبيرة لكل العامل شكرا وحنا كتير أكيد نسعد باستضافتك وباستضافة كل الفنانين والنجوم الأستاذ أيضا الفنان القدير أبو حجر حاضر معنا ضيف مهرجان إيمد غاسن في نسخته أثن يا شرفت الجزائر أهلا فيك أهلا فيك بشعب الجزائر ومسرورين كتير لأنه جايين على الجزائر ونحضر فعاليات المهرجان ونحن نحب الجزائر وأهل الجزائر لأنه شعب عنده نخوي أكيد وشعب الجزائري يحب الشعب السوري ويعني كما يقولوا إحنا أشقاء كلنا كعرب حدثنا يعني كيفش كانت رحل توصولك إلى الجزائر والله مثل ما قال لك الأستاذ عباس رحلة سهلة جدا سهلة ممتنعة وما لقينا إلا كل ترحاب نعم مهرجان إيمد غاسن في نسخته الثانية رح تحضر فعالياته يعني وش رأيك في الحدث هذا الحمد لله يعني عودة الأحداث التقافية والمهرجانات السينمائية الدولية بعد أكثر من سنتين من الغياب خاصة أنه النسخة السابقة معرفتش حضور ضيوف عرب أو أجانب ولكن هذه السنة شهدت حضوركم وحضور العديد من الفنانين القادرين يعني وش تقدر تحدثنا حول هذه العودة الجميلة بعودة الأحداث والمهرجانات العودة يعني بادرة كتير كتير منيحة من القائمين على المهرجانات حتى يعملوا استمرارية للمهرجانات واستمرارية للأحداث الثقافية بس نحن ننسى ما شفنا وقت منشوف كمان منقيم أكثر شكرا إليك كده نذهب الآن إلى زوجة الفنان القادرين عباس النوري سيدة سعاد أهلين شرفت الجزائر مرحبا بك أنا عنود عنود عفوا الأستاذة عنود شرفت الجزائر أهلا وسهلا تشرفنا فيكم نعم حدثنا يعني كيفاش كانت رحلة وصولك إلى الجزائر أهلا هي رحلة طويلة كتير ومتعبة بس هي كتير حلوة لأنه يعني جزائر من البلاد اللي أي حدا بيتمنى أنه يزورها الشعب الجزائري معروف بأخلاقه بمحبته بطيبته وجزائر بلد بنسمع أنا أول مرة بيجي بسمع عنا كتير وفعلا كنت بيتمنى أن يزورها وهلها لكني وصلت وحبلش شوف الجزائر حبيت كتير من الجو حبيت الكمية الأخضر اللي موجود بالجزائر بلد خضرة ودائما إن شاء الله تكون بلد خير إن شاء الله هكيد مشرفين الجزائر وإن شاء الله رح تكتشفوها وتقوموا بزيارة مختلف المناطق ورحلتكم رح تكون بمدينة باتنا بإيمدغاسن لحضور فعالية دائما نسخة تانية لمهرجان إيمدغاسن الدولي والآن يتشرف معي سيد حميد مدير الخلية الإعلامية لمهرجان إيمدغاسن من أجل الحديث حول تفاصيل هذا الحدث الثقافي التي ستستقبله مدينة باتنا بدءا من يوم غد إلى غاية الرابع عشر من شهر ماي الجاري تفضل الأستاذ حميد إذن قمتم باستقبال الفنانين القادرين عباس النوري والأستاذ أبو حجر حدثنا كيف تجري آخر التحضيرات لمهرجان إيمدغاسن في هذه اللحظة هم اللي يستقبلون شرفين أننا نستقبل الفنان القادرين عباس النوري والأستاذ الفنان القادرين أبو حجر هم ضيوف الجزائر قبل كل شيء هم ضيوف مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في دورتها الثانية لنشرف أن نستقبله هذا الكلام مزبوط يعني هو ضيف مش هنا يعني وصلنا على المطار دورنا عليه واستقبلنا وقلنا له أهلا وسهلا الحقيقة الله يسلمك فقط احنا 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 اتشرفنا بين اللي عرضناه ولب الدعوة وحطها على الصفحة على الفيسبوك تعه أنه سعيد جدا بهذه الدعوة ولكن السعادة الكبيرية بالجمهور الموجود داخل المطار وفي انتظاره في باتنا على السجاد الأحمر وهذا في الحقيقة لا غريب على الجزائر ولا على سوريا هذه المودة والمحبة اللي بناتنا واشرفنا في دورة تانية فقط الفنان عباس النوري وأبو حجر يكونوا ضيوف هذه الدورة فقط نشكر كل من قدم يد المساعدة لهذا المهرجان الفتي وهو في دورته التانية وأن يكون بهذه الأسماء التقيلة وهذا الإعلام التقيل أيضا في الجزائر فنحن سعادتنا لا توصف وغدا إن شاء الله يكون العرس الجزائري إن شاء الله في عاصمة الأوراس باتنا بافتتاح هذه الدورة وتكريم هذه النجوم لأنه أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم هذه الوجوه السورية الغنية عن التعريف في الجزائر وفي الوطن العربي وما زيارة هذه الشابة الفتاة إلى وتواصلوا مع الفنان عباس النوري واستقبلهم هنا يعني في الحقيقة هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المحبة الصافية لهذا الفنان القدير فكيف لا يعشقه الملايين من المشاهدين ومن عشاق الدراما الجزائرية أو العربية أيضا شكرا إليك سيد حمي وإنا لناظره لقريب إن شاء الله شكرا أستاذ أبو حاشر مرة أخرى نقول لكم شرفتوا الجزائر بحضوركم إن شاء الله تكون الأيام القادمة بمدينة باتنا أجمل لحضور هذا الحدث كانت هذه المشاهدين تصريحات